الشباب وطموحة وعنفوانة بكل تأكيد تراكمات 15 عام تولد أزمات طاقة الشباب في كل بلدان العالم يتم احتواءها ولكن مع كل الأسف بسبب مشاكل اللي مر بها البلد بسبب الظروف الاقتصادية لم تكن هناك معالجات الجسد العراقي ما زال مريض والآن يتعافى بدأت مرحلة الشفاء ولكن حقيقة هذه المتطلبات هي مشروعة الشاب ينظر تحقيق نتائج لا ينتظر ستراتيجيات ولا ينتظر خطط ولذلك شاهدنا أن هذه التظاهرة جاءت عفوية ولكن مع كل الأسف والمؤلم جدا أن نرى بعض الشباب أو بعض المندسين إن صح التعبير يقومون بممارسات لا تموت لهذه التظاهرة السلمية بشيء منها حرق بعض عناصر قوات الأمنية وأنا في طريقي إليكم شاهد شاب خالع ملابسه وشايل سكين وكذا تم القائل قبض علي هؤلاء الشباب أنا أدعوهم من خلال هذا من بركم الموقر أنه حقيقة يشكلون لجنة فيما بينهم لماذا يشكلون لجنة فيما بينهم؟ لعدم وجود الثقة هم ملوا من كثرة البيانات وكثرة الشعارات الآن في هذه التظاهرة الإختلاف الحقيقي أنه جاءت عفوية